ترجمة نانسي قنقر من بينها حماية السلة الغذائية وملف انهيار سعر الدينار سيما أن الإجراءات الحكومية والبرلمانية لمواجهة خطر ارتفاع سعر صرف الدولار لم تعالج بحسب محللين الأزمة الاقتصادية بشكل جذري في السنوات الأخيرة الحكومة ومع توجيهاتها الجديدة بتوفير فرص العمل ومعالجة الحدود الدنيا للأجور لحماية الفقراء تقف أمام أوراق متراكمة من تصاعد نسب الفقر سيما أن بيانات رسمية السابقة أفادت بوجود قرابة ثلاثة ملايين عراقي يتلقون منحا مالية شهرية من الحكومة وهم من أصل التسعة ملايين يستحقون المساعدة ولا تستطيع الحكومة تقديمها لجميعهم بسبب ضعف المخصصات وعدم إقرار الموازنة العامة أحد عشر مليون فقير في البلاد ولم تحل الأزمة الاقتصادية بفعل أزمة سياسية طال أمدها في الشهور الأخيرة وهو ما عمق أيضا ارتفاع البطالة إلى 14% أزمة تقول منظمات عراقية إنها تحدي أمام الحكومة بعد أن أصبحت معدرة اقتصادية يلعب بها سعر صرف الدولار والتأثير على الدنار وبالتالي على القوة الشرائية وحركة السوق وهما يتطلب حلولا جذرية لا ترقيعية من الحكومة تتطلب إقرار تشريعات فورية تحمل أسرة العراقية من تدهور جديد في قوائم الفقر تزامنا مع فرص عمل غائبة عن المنشود للأعداد المهولة في البلاد والتي تنتظر دورها في صفوف التعيينات